هذا سائل يقول بعد الانتهاء من الوضوء فإن المسلم يشرع له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هل يشرع له أن يرفع أصبعه عند قوله هذه الشهادة ويستقبل نعم نعم إشارة إلى التوحيد رفع أصبعه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إشارة إلى التوحيد نعم